موسيقى الفي 2 هو صاروخ ألماني يعتبر أول صاروخ باليستي موجه بعض المدى يعمل بالوقود السائل في العالم وهو الصاروخ الذي استهل عصر الفضاء ووصول الولايات المتحدة إلى القمر عام 1960 فقد طوير هذا الصاروخ في عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية وأصبح أول جسم يسافر عبر الفضاء ويخترق خط كارمان ووخطيه على ارتفاع 100 كم فوق الأرض وهو الفاصل ما بين الغلاف الجوي والفضاء الخارجي تم تطوير هذا الصاروخ للانتقام من دول الحلفاء بعد قصفهم المدن الألمانية وقتل المدنيين كما حصل في درسدن حين قصفت القوة الجوية البريطانية والأمريكية هذه المدينة التراثية التي لم يكن فيها أي هدف عسكري وقتلت 70 ألف مدني إيلة واحدة وكانت الأبحاث في الاستخدامات العسكرية للصواريخ طويلة المدى قد بدأت بعد دراسات أجريت من قبل طلاب جامعين وجذبت اهتيبات الألماني فمع بداية عام 1944 تم إطلاق ما يزيد عن 3000 صاروخ ضد أهداف الحلفاء بداية بلندن وانتهاء بأنتورب في بلشيكا فوفقا لوثاق نشرتها البي بي سي البريطانية بعد الحرب فقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل وقدر بنحو 9000 مدني وعسكري كما توفي 12 ألف شخص نتيجة لأعمال السخرة في معسكرات الاعتقالية بسبب مشاركتهم القصرية في إنتاج هذه الصواريخ ومع انهيار ألمانيا النازية عام 1945 تسابق الدول الحلفاء كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة للاستيلاء على التكنولوجيا الألمانية وانتهى الأمر بعمل العديد من أفراد طالب في موقع التصنيع الريدستون أرسل تابع للجيش الأمريكي في الولايات المتحدة كما حصلت الولايات المتحدة التي تدخل في تصنيع هذا الصاروخ وبالتالي صنعت ما يقرب من 80 صاروخا فيما بعد وبنفس الوقت قام الاتحاد السوفيتي بالاستيلاء على بعض من هذه المشاهات وإعادة إنتاجها ونقلها للاتحاد السوفيتي ففي العشرينيات من القرن الماضي وقبل حوالي العقدين من الحرب العالمية الثانية قام شاب صغير يدعى فون براون بالالتحاق بالمعهد التقني الألماني في برلين في تخصص الهندسة الفضائية وقام بمساعدة عالم يدعى هيرمان أوبيث في تطوير محركات الوقود السائل وبعد الانتهاء من أبحاثهما قام الجيش الألماني بتصنيف الوقود كبحث سري وبانتهاء عام 1943 قام فريق البحث هذا بطلقين بنجاح وقد وصلت هذه الصواريخ حتى ارتفاع ثلاثة كيلومترات ونصف في بداية الأمر وبعد نجاح سلسلة من هذه الصواريخ صغيرة الحجم للتجربة تم التفكير في اطلاق صاروخ أكبر حجما أعجبت صغيرة الصواريخ وأشعر بإمكانية جعلها أكبر حجما وأطول مدى ومع حلول عام 1943 كانت جاهزة للتجربة أعلن هتلر في عام 1944 بداية الهجمات باستخدام الفي 2 ونتيجة لذلك كانت الهجم الأولى في عام 1944 على باريس وأدت لبعض التدمير في ذلك الوقت وبعد الهجوم على باريس قامت ألمانيا بالعديد من الهجبات على بريطانيا وشكل كثيرون في ذلك الوقت بوجوه الصواريخ نظرا لإصابتها للكثير من الناس ولكن لم تكن ألمانيا قد أعلنت في ذلك الوقت عن هذه الصواريخ وحاولت الحكومة البريطانية وحاولت الحادث بقولي أن هناك تسريبا في أنابيب غاز أدى في الحوادث إلا أن الألمان أعلنوا بأنفسي 1944 بأن بريطانيا كانت تحت قصف صاروخ وبعد مرور عدة الشهور على هذه الحادثة وصفت العديد من المدن الأوروبية بهذه الصواريخ وقد قدر عدد القتلى في لندن بحوالي 2754 والجرح 6523 من أهم التقنيات التي زود بها الصاروخ V2 نظام توجيه آلي يعمل مستقلا عن نظام التحكم حيث يتم برمجة المسافة التي سيقطعها الصاروخ على كومبيوتر بداي مثبت بداخل الصاروخ واثناء التحليق تقوم الأجهزة التي تعرف باسم الجارسكوب بداخله بتتبع مساره بأبعاد ثلاثية فإذا حدث أي انحراف عن المسار أو في الدفات المثبتة على جانبي الصاروخ يوجه مسار الصاروخ تلقائيا وابنحو الهدف المحدد له عبر تغيير موقع الزعارف واتجاء قوة الدفع عدم الصاروخ وبالتالي ليس من المستغرب أن يتبار الحلفاء لوضع أيديهم على تقنية صاريخ V2 بمجرد انتهت الحرب العالمية الثانية فقد قرر مصمم الصاروخ المهندس فون براون تسليم نفسه للأمريكيين لعدم رغبته في العمل لصالح ستالين بينما وضع روس أيديهم على مصنع V2 وعلى مضمار الاختبار الخاص به وكما هو الحال مع اختراعات تكنولوجية كثيرة كانت الحرب هي الأسابة المطوئة لهذه الأسلحة وعلى أثر هذا التطور شهد عدد تسارعا ملحوظا في تكنولوجيا الوصول إلى القمر حتى هذه الأيام تستخدم منصات الصواريخ التقنية ذاتها التي استخدمت منذ سبعين عاما فالمحرك المستخدم حاليا يشبه المحرك القديم وما زالت الصواريخ تستخدم نظام التوجيب باستخدام تقنية الجيروسكوب ومعظم الصواريخ الحديثة الثقيلة تستخدم الوقود السائل لتشغيلها وإطلاقها وكان لصاروخ ال V2 السبق في جميع هذه الأمور يبلغ وزن ال V2 12 طن و 500 كيلوغرام وطوله 14 مترا وقطره 1.65 مترا وزن الرأس الحربي 1000 كيلوغرام والمدى الذي وصل إليه 320 كيلو مترا والارتفاع الذي يصل 88 كيلو مترا السرعة القادمة 5.760 كيلو مترا في الساعة اشتركوا في القناة